في شان الفلسطيني وفي إطار سياستها الاستيطانية تصوت حكومة الاحتلال خلال هذا الأسبوع على توصية المستشار القضائي بشرعانة وتحويل مستوطنة حفاج العاد خرق غرب مدينة نابلس إلى مستوطنة رسمية حيث سيعملون على مدها بالكهرباء والمياه والبناء التحتية تمهيدا لنقل المزيد من المستوطنين إليها خلال الأسبوع الحالي وكأن زيارته أعطت الاحتلال دفعة جديدة من النشاط الاستيطاني فما أن غادر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينيس الأراضي المحتلة حتى أوصل مستشار القضاء لحكومة اليمين المتطرف بشرعانة البؤرة الاستيطانية المسمى حفاج العاد غرب مدينة نابلس حيث جاءت توصيته ردا على طلب وزير جيش الاحتلال أفكدور ليبرمن عقب عملية نابلس التي أدت لمقتل واحد من كبار قادة المستوطنين الذين أذاقوا سكان القرى المحيطة صنوف العذاب بإرهابهم إسرائيل تحاول أن تقول لقطاع المستوطنين في الضفة الغربية مقابل كل ضربة فلسطينية ستأخذون المزيد والمزيد من الاستيطان والأراضي والشرعنة في الضفة الغربية أشريع كل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية وجعلها قانونية ورسمية ويتم إيصال كل الخدمات إليها من الدولة وإذا عدنا بالذاكرة الثاني يوم عملية حفات قلعاد ماذا قال ابن يمين نتنيهو؟ قال يجب أن نقوم بإيصال الماء والكهرباء إلى هذه المنطقة بشكل رسمي إذن من المنتظر أن تصوت حكومة تل أبيب الأسبوع الحالي نحو تحويل البؤرة إلى مستوطنة مشرعنة البؤرة الاستيطانية التي سميت بقلعاد نسبة لأحد قادة المستوطنين الذين قتلوا خلال عملية فدائية عام 2002 ووفقا للتوصية فعند تحولها لمستوطنة فسوف تكون ضمن نفوذ المجلس الاستيطاني الإقليمي لما يسمى بالسامرة وستحصل على رمز تسوية مستقلة وستستوعب المزيد من المستوطنين البؤرة الاستيطانية سمت قلعاد على اسم عائلة قلعاد أو مزرعة قلعاد سموها هم يريدون إرضاء المستوطنين فشرعوا الاستيطان أكثر وزادوا في حملة استعمار أكثر في الأرض الفلسطينية وخصوصا في منطقة جنوب نابلس منطقة جيت، منطقة سرة، منطقة فرعتة، منطقة إماتين أيضا ما تسمى بحفاد قلعاد هي بؤرة استيطانية قائمة على أراضي تتبع لخمس قرى فلسطينية إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس وهي قرى كفر قدوم وجيت وصرة وتل وفرعة وشرعنتها من قبل الاحتلال يعني نهب المزيد من أراضي هذه القرى في ظل استمرار الاحتلال بإغلاق الطريق الواصل بين غرب نابلس عند مفترق قرية جيت وجنوبها حيث مفترق قرى حوارة وبورين من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صدر ورؤية ترجمة نانسي قنقر